السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا ويا اهلا ويا سهلا يا اهلا حلوين شوفوا الحين تقول لها اليقانة تحترق بس معلو ترتم بني سويت ريبلدة شوي حكا بتشوف بس المطافي ما لنا بير المهم هذي الحلقة وجل ما فيها المفروض اني ابدأ ابني مطار لكن شفت وايد اشكال للمطار شوفون شكل نفس هذا بشكل اظنى هذا مودرن بيكون تخريبا عندنا الشكل الثاني ييه فمش عارف ما بحطيهم كلهم لان بيستوا عندي ازمة ميزانية فشفت هذا على ما يبدو تشوفوا الصورة هذا مودرن تشوفوا الصورة هني هذا شوي بعد ألترا مودرن وعندكم هذا الكلاسيك العادي فاظنى بلتزم في الكلاسيك صراحة وببني الطابقين على طول كونستراكشن كوست ثمانين الف لكلاسيك أصرا يعني شوفوا الفرق في التسعيرة اذا بنسوي المطار رايح لورا والخدمات عنده يمدينا نحطي الشارع هني يا سلام الحين العلا في كيفية تركيبة طبعا هذا بعد معاناة توصيل الشوارع الحين هذا تاكسي لين بس تاكسي هل عندنا بس تاكسي مفروض فتح لان ليش في المطار موجود شوفوا بس تري لين وان وي ها نفس هذا خلنا نشوفه بس تاكسي شوفونا في لين حق الباصات وحق التكاسي بما أن مطار أكيد بنحط التكاسي يعني الحين لازم يكون عندنا هذا واحد الزاوية بالطريقة هذي وعندنا واحد يطلع شوي برع بعدين يرد يلتحم وياهم بالطريقة هذي تقريبا ونقدر نسوي له شوي نسحب شوي نضبط الزواية ننزق الشارعين في بعض عسب يبينون انسنس شوي أحلى نسحب النقاط عسب يتضبطون وفي الوساط نروم نصبغة السمنتي هني عقب أنا نزلت الصبغات أصلا من الشارع سؤال جميل ما أذكر إذا نزلت الصبغات أساسا فهذا لازم استكشف بس أظن البيسيك براشيس كان فيه إذا ما كنت غلطان بالطريقة هذي هذا هني نقدر أميل هذا شوي زيادة ندخلهم في مجرى واحد أقبل بس هذا أحس لازم أمدى أساسا عندنا تولز أظن ما عندي البراشيس لا إذا بهاي الطريقة هذا مشروع فاشل هذا براح يكون مشروع فاشل من بداية الشارع ف خلونا نغير نظام الشارع الحم في الوسط أنا مخللنا شوي غير لأنه أنا أكيد طبيعيا راح شو أسوي أشياء ممشى ركاب ها السوالف ناس تمشي مطار يعني مطار لازم يكون فيه ضخامة فيها أناقة ضخامة المطار ما في نفسها أيام المطار يكون ضخم يكون أنيق جدا بصراحة أتبون الصدق عندكم الدرب الثاني اللي هو بيكون بالطريقة هذه لا أحسن وايد بس بعدها مش حكيم ما عندي تولز ما لل إيه نحب أفوق نعطي يوتيرن خفيفي ويرجعون للشارع نفسه ليش المطار هذا طابقين نزين هاي الشوارع مش وكي السلوب ما لتعبان ولكن ولكن أظني بيمشي حالها نزين خلا نوصل ماي جمعة المطار مكان المطار ما شاء الله راح يكون ضخم يعني بيه شكل كبير جدا ما راح يكون شي عادي هذا راح يتراكم إنه يستوي كارغو يستوي أشياء وايد لازم قطارينا من فوق ونعند الجسر وايد أشياء نبقى نسوي زحمة بس نبقى زحمة منطقية نزين الحين تعديل المطار هذا خلا نستكشف مع بعض اللي عندنا رنوي وعندنا تاكسيوي تاكسيوي اللي مشون في الطيارات وعندنا سمول آيركرافت ستاند وعندنا الميديم لبل 2 ايربورت ولبل 3 ايربورت يعني آآ اوكي نقدر نحطي هني باركنات طيارات بنبدأ بشيء أساسي ما عدري أربع طيارات مبالغ ولا ما أعرف الصراحة هل في مبالغة في الأربع طائرات ولا ما يلزك إلا في زاوية معينة ماذا خلينا لف الشاشة أيوه الطريقة هاي وطبعا هاي اللي بيمرون على تاكسيوي المدرج راح يكون شوي بعيد خلينا نسوي آآ بحاول أسوي حركات شوفوا أنا مفهم في المطارات في فيعني شوي ارحموني لا 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 تعصبون علي في الكومنت إذا ركبنا شي غلط بس الفكرة أن الطائرات راح تتي هني صح وراح ترجع كل الطائرات من هذا الطريق صح ولا هذا خلونا رتبه الحين الطائرات كيف راح تتي ما في تاكسيوي تووي ولا بوينوي بس كله ها ها سمول باركت ايربلين آآ اقدر راح أطي زينة نايس هقدر أزين المطار واو ما أحد طيبين شي ستي سكاي لاين بالطريقة هاي نزيل الحين كيف أمد هذا هالسؤال جميل صح سؤال جدا جميل هل إذا يبنى نا لأن نشوفه الحين عندي تاكسيوي صح إذا نكتب آآ بعربي ليش تاكسي ديبوت تاكسي ستاند تاكسيوي واحد بس ليش إذا يبتع الحين السؤال ما هني لهني لأن هذا كاتبي لي وانوي راح نواجه مشاكل شوي خلنا نمسح هذا الطريقة هذي إذا كيف يرجع يطلع الطريقة هاي يعني هذا معناه لازم نهدم صح مش منطقي الطيارة ترجع بالطريقة هاي أساسا أنا مو أحس في منطقية ولكن أحس غلط وبنجرب واحد نفس الطريقة الطريقة هاي أنا أحس غلط أحس أكيد في طريقة ثانية أنا مش فاهم منها ولكن ما علي خلي تمشوا معي شوي والاثنين بيلفون هني هذا دوار بيسك لي يعني سوي تي 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 حلو بيوصل من وين بيروح للرنوي بالطريقة أربع تلاف ومتين أحس سوايا طويل بزيادة بس ما علي بنسوي رنوي هم لا هنسوي رنوي شوي أبعد من زين أنا خلاء أفهم بس طريقة تمشي المطار المطار من زين خلاء من ينزل نروح سيدة وين الدوارة للسحري ومن يبون يطيرون وين يروحون موسيقى 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 مش ويد مختنع بالطريقة ولكن هل هذا المطار بيكون فعال لأنه قال لي حق الاربورت اريا أنا محتاج مجموعة اشياء أوكي كملت الاشياء كملت الاشياء هاو في ناس تحاول تسرق المطار ليش نزيل إذا نحطي مركز شرطة في حفن المطار ونحطي لهم بالطريقة هادي ونحطي عيادة بالطريقة هادي ونبينهم مرات مشاه نزيل مبدئيا شغال بس يبالي أفهم الميكانيكية ما لأكثر نزيل عنا اشياء ثانية في المطار نحن صح؟ كلاسيك ايربورت كونكورس اللي هو امتداد صح؟ اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بمحق المبنى ثاني في المطار. أرم. والله. والله رمسي مطار عود. نزيت باركند قد ما نبع. كلاسيك كنترول سنتر. مني بي بليس. ونكون كريت. وين يعني. نقدر نحطي هيني في الوسط برج مراقبة. حكي الطيارة الله اوكي شكل الشي بيكون وايد حلو صراحة وشكلي راح استانس فيه انا وايد خلنا نحطي وين هاشو سمول هنقر يا سلام هاي مدات كنا ننزلها ولا تضبط تذكرون ايربورت هوتيل ربما ننزل فنادخ للمطار يا الله خمسين الف انا خسرت كل فلوسي صح نقول الله حلو الله حلو خسرت كل فلوسي الترا مودرن الى اخرى اشياء نقدر خلنا نشوف الحين نقدر بس خلوني امسح هذا لانه شوي احس شكل غلط على المطار بس اعرف اني اقدر امده حلو الحين اشياء مهمة بس الفندق هذا عجيب الصراحة نزيل المطار نفس مبدأ الحدائق وغيره يعني لازم اوصل الشروط هاي واللي هي وردي انا وصل منها اتراكتفنس ميتين واربين عندنا بوليسيز شو البوليسيز موالنا هوتيل ديسكاونت اتراكتفنس 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 اوف ها بيفقرني ابدأ انطلع فلوس من المطار ليش يستوي انا عندي شركة طيران وابدأ اطير الناس نزيل انا شو محتاجي اساس اي بناس هذا السؤال الاجمل الحين نحن محتاجين نسوي اتراكتفنس ولا نجذب الناس حق المطار اللي قاعدين نبنيه بيك سيتي اوكي حلو 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 نحتاج لأي امتداد ممزين الحين المطار لازم تشمله مجموعة خدمات وانا مسوي بسوي هالمكان منطقة خدمية لانا فعليا صراحة صحيح ما القمام والسؤال فهناك بس فعليا ما يدر علينا بفايدة بعدة سيئ جدا فخلونا نحطي ريسايكلينج ان شاء الله ما يزعلون بس هني بيخرب امتداد المطار حبه بس هذا المطار نقدر ممده بشكل رائع يعني ترى عندنا تو رنويز اظن اوكي بس انا ما عندي حركة تركاب فعلية حاليا هاي البيونة الحين بينطفون المكان ومشكلة زين هل عندي حركة زوار ما عندي حركة زوار الحين شو محتاجين عشان سوي زوار لازم نجذب الناس وكيف اني بالناس مترو عنا مترو عنا مترو صح هنحطي مترو في قلب ولا في اخلاق المطار خلو نحطي شي في عنا شي حلو فتح هذا اذا بنسوي سيتي سنتر عود ونحطي يعني افكر بعدين كل المتروات اتيهني مكانا ما صراحة شي من هذا القبيل المهم هذا كروس اوبر هذا هب حق الترين والمترو هذا بعد نفس الشي ملتي بلاتفورم ما نباه سنكن ايلاند هو اللي استعملنا هناك بس هذا الجزيرة الوحدة وعندنا السنكن بايباس هذا بس شي يوقف ويصير سفري بس احلى واحد للحين يمكن هذا ما في احلى من المترو هذا جميل هو اقدر اوصل المطار بما ان المطار بيكون مين هب هذا ترين ستيشن عود ما نباه هذا ترين بايباس بعد ما نباه هذا ترين ستيشن اكيد ما نباه اللي نباه هني طبعا المترو فانا اشوف نحافظ على نتكثيم ما لنا ننب الشارع نفسه اللي قاعدين نستعمله حاليا بالطريقة هذي نزين اهني ونحطي المترو ستيشن ما لنا اللي نستعمله حاليا بالطريقة هذي عند المطار شوفوا والله بالحظ يات بس وايد حلو عندنا بالنسبة لنا هذا شي امتياز خلنا نفتح منيو المترو ونمدلنا من اول اقرب واحد بنستعمل لا 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 نزين نحن لازم اول شي اول شي خلنا نخفي هذا وسوري انا ياسي حاول من الصبح شي غلط نزين ونلف المترو للمترو اللي هو الرئيسي موانه ونسوي مترو الحين دايريكت يشل العالم من هني يعقهم في اللين الجانبي يعني شوي ما يضربون وايد ونحاول نزين وفي مفروض اكثر من وهذا مفروض يبلنا ناس ويشل الناس من المطار حاليا الشي اللي بعد فتح لنا هو التاكسي التاكسي نقدر نعتبره من ضمن انظمة المطار نحط لنا شركة تكاسي شركتين تكاسي على اليمب هنا جنب من جنب ربعة شفت المباني اللي تقعدون فيها والحين لازم حول كامل هذا باركينجز الباركينجز هو راح يوفر نشي ثاني بس اول شي خلي نحطي لنا ستوب اللي هو شو تاكسي ونحن ما نبقى في المطار اصلا تاكسي ما في شي اسمه تاكسي ستوب صح حق المدينة بس نبنحطي تاكسي ستاند اول شي عند اول شي في اخلاق هذا المكان بنكسر شبك هنا افكرا ازين وبنحطيه في اخلاق وحده من الخدمات نفس الجامعة نقدر لا الجامعة ما بخربها بس بنحطي تاكسي ستاند عند مراكز الشرطة هني وين نتوقع الناس بتروح عندنا عند المول هني المكان شوية داخلي وبعد تاكسي ستاند هني من زين كونقراتيوليشن لاكشري ايربورت لفل عندنا المطار حاليا ويا سيب ناس بشكل خلف المستشفى اكيج في ناس يمكن اتي من بلاده برا حتي عندنا حق مستشفيات صح وعندنا المدرسين اللي يايين من اماكن مختلفة وعندنا المترو اللي هني في عندنا مترو كان اللي هو هني نقدر نحطي بجان كل الجانبين بالنسبة له تاكاسي وسوق السمج بعد ابال اهتكاسي وعندنا مترو الصناعية مش كل حد ما عنده فلوس في ناس عنده فلوس تاب تاكسي في ناس تاب تنزل للدوامات هني ما ظني خلص هذا التكاسي مفروض انها تكفي وفي شكل اساسي انا بركز على ماكن السياحية يكون فيها تكاسي بصراحة فوحدة من الاماكن السياحية اللي توقع الناس بتيها الحديقة هذه عند البوابة بعد بجانب المقبرة الناس راح تزور طبعا واكتشفت اني ما بنيت هاي المرة ثانية خل نسوي ريبلد حق الاشياء اللي ما بنين ها منزين بالطريقة هاي الحديقة بعد بتكون شغالة الحياس نشغل كل حد نحن هنزين الحين شكل المكان شوي بيض هنزين صبر اول شي خلنا نسوي ممرات مشاه هنزين لان لازم نختصر عليهم شوية لازم النيب باص صغير بس شغلته يلف في المطار وينزل باصين ينزل عند المترو ويروح ينزل عند المترو ويروح هاي شغلت الباصين لازم تكونون فخلنا النيب باص فوق ينزل عند المترو ويرجع فوق في باص اي هني ينزل عند المترو ويرجع بس تعرفون شو بخلي يمشي شوية الان يلف عندنا اا بن ويبال كول تادي الحين حلقة سوينا المطار نزين هذا ليش ما نظف المطار نزين وبنشوف في الفيديو القادم كيف بيطور المطار صراحة فنشوفكم في فيديو قادم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته